بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي مرى تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد انتعونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجد مسمى يدبر الأمر ويفصروا الآيات لعلكم بالقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجي اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع من نخيل وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان وغير سنوان يغشأ يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلار في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذوم غفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل هنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء أميكم من أسر القول ومن جهر بي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقومه سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الراج بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال